نكلم كنا في المقادمة عن التقرير حضرتك لو تقول لنا إزاي قرية التقرير فعلا حضرتك شايف أن التوصيفات اللي موجودة في التقرير واللي قالت أن احنا بنشوف انقلاب أو واحد من أهم الانقلابات المناخية اللي ممكن نكون بيشهدها العالم ده كلام حقيقي ولا مبالغة لو قصوا فيه مراحل يعني الـ Climate Change أو التغير المناخ غير الـ Climate Shift Climate Shift معناها انقلاب مناخ وده الخطورة اللي كل الهيئات الدولية بتحاول تعطي انظار شديد اللهجة أنه Climate Shift أو الانقلاب المناخي مختلف تماما عن التغير المناخي التغير المناخي أن احنا نلاقي درجات الحرارة زادت درجة أو اثنين أو ثلاثة أو زي ما حصل في أسوان وحصلت في مناطق أخرى بالعكس وبالتالي مسائل تغير المناخي لا يمكن السيطرة عليها لأن أسبابها انطلقت دون توقف ليه بقى؟ لأنه جميع أنواع الحرق اللي تمت منذ الثورة الصناعية وحتى الآن لم تتوقف مرورا بالفحم والبترول وكل أنواع الوقود المستخدمة معناها أن أنا بعمل حاجة اسمها الحمل الكربوني الكربون لوت ده أن أنا بزود نسبة الكربون في الجو فبزود مأساة ما يطلق عليها الاحتباس الحراري الحرارة لا تستطيع حاليا أنها تخرج بره الغلاف الجو فالغلاف الجو بيحبسها يعني هي بيحبسها؟ يعني تطلع الانفرارد الأشعة تحت الحمراء دي اللي هي بتسخن سطح الكرة الأرضية عايزة تهرب وتطلع في الفضاء الكوني يرجعها الغلاف الجو من كتر الملوسات مش قادر يستوعبها فبيرجعها تاني لسطح الكرة الأرضية فتكون النتيجة أن احنا بنسخن سطح الكرة الأرضية وده على فكرة ده اللي بنقول عليه لاحتباس الحرارة أن احنا حبسنا الحرارة فوق سطح الكرة الأرضية مش عارفة تطلع فبتكون النتيجة من أكتر من 40 ل 45% من كل النظم البيئية بيحصل لها تدمير أنك تمشي مثلا في طريق على أسوان تلاقي الكسبان الرملية بدأت تزحف وتغطي النباتات أنك تمشي في منطقة أخرى يبقى المنطقة دي الصبح برد جديد والدهر حر جديد وبعد الدهر خريف فالمسألة فيه فصلين اختفوا يعني فصل الربيع والخريف اختفوا وبقى عندنا فصل الشتاء وفصل الصيف بس ودي أزمة المناخ العالمية أني مش هنرجع لها إلا لو قفت الدول العشرين المسببة للتلوس عالمياً عن هذا الحجم من حرق البترول والفحم ومشتقات الكيروسين وغيرها اشتركوا في القناة